اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في القناة احسن حاجة انا عملها على ادوبي افر فاكس اكشو يا جماعة في طريقتين السهلة والطريقة الطويلة شوية او اللي احنا بنبدأ فيها كل حاجة من الاول او من الصفر النهاردة التركيز بتاعنا هيكون على الطريقة السهلة حاولت قبل كده عمل كزا بس الناس مش مهتمة بنفس الدرجة بتاعة ادوب بريمير برو فبقيت حاول اجيب اسهل طرق وبرها لكم اول حاجة حامسة الليلة اللي كانت موجودة عندي اهم حاجة ان احنا بنبدأ جديدة الوث 19 20 والهيد 1080 واللون لازم يكون اسود بعد كده حبدأ اكتب اي حاجة انا عاوزها انا بس انا هكتب هلو دير شوف اكبر مسافة شوية يعني اعرفها جميع انا اسف لو او صوت مختلف شباب السناريو من دولة فسبحوني على كده تمام كتبنا الكلمة بتاعتنا نبسنا نحطها في السنتر بتاع الكامرس بالصبت اه دلوقتي حبدأ اسحب الستاك فوتج او الستاك سامفل بتاعت الجلتش زي ما احنا شايفين دي ممكن تلاقيها على الانترنت ممكن تنزلها من يوتيوب بس اكتب جلتش فوتج وحتلاقي كتير منها على الانترنت نكبر الاسكيل علشان نملك السكريم بتاعتنا وبعد كده هنعمل ايه هنعمل لازم نبدأ دي مهمة جدا لان هي دي اللي هتربط بالتاكست ولازم تكون في النص ما بين او السامل بتاعتنا زي ما انتم شايفين وما بين التاكست اللي علي التاكست اللي احنا عايزين نعمل في الافاكت بعد كده هندهر على حاجة في الافاكتس بانا اسمها على الجديدة اللي احنا عملناها ونروح ل اللي هو اول حاجة عندنا ونقير دي لجلتش فوريج بحيس ان احنا كده بنقول ل ان اي حاجة بتحصل على السكرين اللي فيها تأثر على التاكست اللي مكتوب تحت زي ما احنا شايفين هي بدأت تشتغل بس احنا طبعا عايزين نخلي يعني شكلها احسن فهنا حنروح ل ونبدأ نغير شوية في بتاعتنا اللي هي او الرقصي والافقي او الافقي والرقصي لغاية ما يبقى عندنا حاجة احنا ردين عمال ده معقول احسن شوية ولكن في حاجة برضو تانية يا جماعة ان احنا مش عايزين شكلها يبقى ثابت طول الفترة بتاعت ال احنا عايزين يبقى فيه شوية اختلاف علشان شكلها يبقى زي ما قلت ما تبقاش او ما تبقاش سابتة ما يبقاش باين ان فيها فهنا عشان اعمل كده اقطع اللير بتاعتي واخد الكابي الجديدة دي اصغرها شوية واروح ل مما يبقى اللي عليها هي كانت واحدة فكده كده مما يبقى هتفضل موجودة واغير السلايدر بتاعت شوية بحيث ان السلايدرز تكون مختلفة عن الكابي الاولانين وبالشكل ده زي ما احنا شايفين كده بقى شكلها مختلف الاولى عن التانية بقى مختلفين وبقى شكلها وكمان بقت احسن بقت احسن تمام؟ ده كان بشكل وباخر الطريقة السهلة اللي احنا ممكن ازاي نعمل بها زي ما احنا شايفين ما اخدتش بالزرعة اواربع دقايق هي سهلة وبسيطة ومش محتاجة مجهود بس الفكرة كلها ان انت ازاي يبقى عندك المناسبة او المناسبة بتاعت الفيديو بتاعك بعد كده في الطريقة التانية او طريقة طويلة شوية للناس اللي بتحب انها تشتغل اكتر على ادوبي افر فاكس زي حالات اجابة اللي احنا بنبدأ فيها شوية من الصفر هي مش صعبة هي سهلة ولكن الفرق ما بينها وما بين الطريقة دي ان احنا ما بنستخدمش اي ففي الحالة دي هنشيل بتاعنا اللي هو وهن المرة دي مش بحيث ان احنا يبقى عندنا لون سابت زي هنا وطبعا النوع هيكون بعد كده هندغر على حاجة اسمها هنلاقيها تحت نروح على بتاعتنا زي ما احنا شايفين بيبقى فيه زي اللي هو الضبابي اللي احنا شايفينه ده هنغير دوت بحيث انه يبقى شكله بالطريقة دي ونغير بس شوية علشان يبقى عندنا شوية وبعد كده هننزل على اول نحن ندخل جديد بحيث ان هي تبقى تتحرك اسرع عافية يا جماعة الحاجات دي كلها اللي انا بعملها لو عايزيني اشرح بالتفصيل يعني وازاي دخل حاولوا بس تسيب علشان اشرح بالتفصيل انا زي ما قلت في الاول انا بدي هند بس عن الطريقة التانية بس مش هدخل في التفاصيل بتاعت كل حاجة بروح للسكيل وانتشاك اليونيفورم سكيلين بكزا عشان انا عاوز اه اتحكم في الويد والهايد الطول والعرض كل واحدة على حدة فلازم نانشاك البوكس بتاع اليونيفورم سكيلين ودلوقتي بقى عندنا زي ما احنا عايزين شكلها هيكون هنعمل هايد لللاير دي يعني انا نروح للادجسمن لاير القديمة بتاعتنا وانكناكت المراضي للبلاك صلاة زي ما احنا شايفين احنا ما عندناش الاختيار بتاع لان احنا مسحناها المهم هنا ان احنا بنغير السورس كمان لفاكس لان هنا الموضوع مختلف احنا بنبدأ كل حاجة ما عندناش حاجة جاهزة فيديو جاهز فبالتالي لازم نقول لادوبي افتر فاكس من انت لازم تنقل كل حاجة كل سنجل افاكت بتعامل على دي تنقله للاير او التاكست اللي تحت تمام اه هيا في الاول بالنسبة للي ما عندوش خبرة كبيرة في ادوبي افتر فاكس انا عادي اعرف ان هي يعني اتبان معقدة شوية بس خالص يا جماعة عبدان هي الفكرة كلها ان انت مجرد ما بتتعود على بتاعة الموضوع بيكون سهل جدا ومش محتاج منك مجهود علشان تبقى بتعرف تستخدم دي ازاي المجهود بيروح اكتر ان انت ازاي او امتى تستخدم دي مع بعض اه هو ده كان كل حاجة على النهاردة يا جماعة بالنسبة اللي اه يا رب يكون عجبكو ولو عندكم اي اقتراحات او عايزين تشوفوا اه افكس اوكتر فالوبي افر افكس بليز سيب كومن تحت في اله في الكومن سكشن بلو اه هحاول اعمل اللي علاية واعمل كل اللي قدر عليه متشاكل جدا لك ازماعة النهاردة على المشاهدة يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم المرة الجديدة